السلام عليكم الشجاعة صفة جميلة الله سبحانه وتعالى يحيبها إلى من يشاء من عباده جحدر بن ربيعة كان بطلا شجاعا وكان فاتكا مغيرا وكان في ناحية اليمامة قهرهم وأبادهم بلغ الحجاج ابن يوسف خبره كتب إلى عامله يوبخه بتغلب جحدر عليه ويأمره بالقبض عليه إما أن يقتله أو يحمله إليه أسيرا وجه العامل فتية من بني حنظلة وجعل لهم جائزة عظيمة إنهم قتلوه أو أتوا به أسيرا توجه الفتية في طلبه حتى إذا كانوا قريبا منه أرسلوا إليه يقولون إنهم يريدون الانضمام إليه ومرافقته وثق بهم جحدر وساروا معه بعد أيام وثبوا عليه وشدوا وثاقة وقدموا به إلى العامل فوجهه إلى الحجاج فلما قدم على الحجاج ومثل بين يديه قال له أنت جحدر قال نعم أصلح الله الأمير قال ما جرأك على ما بلغني عنك قال كلب الزمان وجفوة السلطان وجراءة الجنان قال ما بلغ من أمرك قال لو ابتلاني الأمير وجعلني مع الفرسان لرأى مني ما يعجبه تعجب الحجاج من ثبات عقله ومنطقه قال له يا جحدر إني قاذف بك على أسد عظيم إن قتلك الأسد كفان الله مؤونتك وإن قتلته عفونا عنك قال أصلح الله قرب الفرج إن شاء الله فأمر الحجاج أن يحضروا أسد فأحضروه وجوعوه ثلاثة أيام حتى جاع واستكلب ثم جاءوا بجحدر وأنزلوه إليه أعطوه سيفا وأنزلوه مقيدا أشرف الحجاج والناس حوله ينظرون إلى الأسد ما هو صانع بجحدر لما نظر الأسد إلى جحدر نهض ووثب عليه فشد عليه جحدر وهو ينشد ليث وليث في مجال ظنكي كلاهما ذو قوة وسفكي وصولة وبطشة وفتكي إن يكشف الله قناع الشكي فأنت لي في قبضتي وملكي ثم دنى منه فضربه بالسيف ففلق هامته كبر الناس وأعجب الحجاج وقال لله دروا كما أنجبك ثم أمر به فأخرج فكوا قيوده وقال له الحجاج اختر إما أن تقيم معنا فنكرمك ونقرب منزلتك وإما أن نأذن لك فتلحق ببلادك وأهلك على أن تضمن أن لا تحدث شيئا ولا توذي أحد قال بل أختار صحبتك أيها الأمير فجعله من سماره ثم ما لبث أن ولاه اليمامة ترجمة نانسي قنقر